حظيت مصر بإشادات دولية كبيرة نظراً لجهودها في احتواء الأزمة التودانية بالأضافة لاستقبالها للمواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود وبذلت مصر جهوداً كبيرة منذ اندلع الأزمة في إجلاء المصريين عبر معبري قسطل وأرقين والموقف البرية الدولية بكركر بالأضافة لاستقبال عشرات الألاف من ألاشقاء السودانيين الوافدين وتقديم الخدمات المتنوعة لهم إشادات دولية بالغة حظي بها الدور المصري في احتواء الأزمة السودانية حيث قدم وزير الخارجية الأمريكية أنتون بلينكين في بداية الأزمة قدم الشكر إلى مصر على استقبالها للمواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود كما قدمت سفارة بلدان أخرى رسمياً الشكر إلى مصر على مساهمته في إعادة مواطنيها من السودان ووجهت الأمم المتحدة الشكر أيضاً إلى مصر لما تتيحه من التسهيلات للنازحين منذ البداية في الأزمة السودانية بذلت مصر جهوداً كبيرة في إجلاء المصريين عبر معبري قسطل وأرقين والموقف البري الدولي بكركر بالإضافة لاستقبال عشرات الآلاف من الأشقاء السودانيين الوافدين وتقديم الخدمات المتنوعة لهم وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أقامت القوات المسلحة جسراً جوياً بطائرات حربية لإجلاء المواطنين المصريين وحمايتهم وكذلك تقديم مواد غذائية لكافة الرعاية يأتي ذلك في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها والمتمثلة في استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل في شؤون الداخلية وسلامة شعبه الشقيق وتقديم كل المساعدات الممكنة له حرصت مصر على نزع فتيل الأزمة منذ اندلاعها عن طريق الاتصالات مع كافة الأطراف السودانية والإفريقية والعربية والدولية ومعالجة الأزمة وتبعاتها على الجالية المصرية في السودان الشقيق